تدبير تزيري كويزين السلام عليكم حبيبيتي اليوم سنتقبلكم الى تدبير تزيري كويزين وهي كيفية تحفظ المعدنوس او الحشائش في الثلجة اول حاجة انك تجيبي المعدنوس او الحشيج او الدبشة اللي تحبي اللي تستعاخل مهم ستغسلهم جيدا ستغسلهم حطهم ينشفوا تفرشلهم من تحت طرشونها او ورق تفرشلهم حتى ينشفوا جيدا ومن بعدها طريقة تحفظ هذا على طريقتين الطريقة الاولى اول حاجة تبدأ جزء من المعدنوس تحطيه فوق اللوح تحطيه فوق اللوح انتعك تنحينوا هذا العيدان زائدة باش اذا تحبيت تستعملها استعملها اذا ما حبيتك نحيها احساب بعد ما تنحيه تحطيه جيبي بابيرولو تحطيه في جاي نحاول نحيته صغير نحي واحد اكبر منه هذا اذا جاك زائد منه تقدري تلويه هكذا ثم تلفيه بعد ما تلفيه انا عندي صاشي صاشي اللي يتفتحه يتغلق منه هذا اذا توفر لك اذا توفرق تقدري تديري صاشي عادي جدا تقدري تديري سيلوتين تغلق علي منه تزيد ايضا تنحيله هذا كله تجاهز للحفظ نمر الى الطريقة الثانية طريقة طريقة ثانية هي انك تجيب المعد دمستاعك او الحشيش تنحيله الزوائد وتقطعيه حجم حجم اللي حبيته انتيا لانه بعد راحة تلقيه وجدته في الشرمة تحبيت تحطيه لانه مرسول نشخ ويضا يحافظ على لونه اخضر يبقى اخضر في ثلجة هي اذا حبيت تستعمليه في فترة قليلة مثلا وجيزة ديريه في الثلجة في الجزء السفلي تستعمليه ديريه في الزجاج كما هذه حفاظه اذا حبيت تحطيه في مدة طاولة مثلا شهر او شهرين ديريه في حفاظه بلاستيك تجيبوا الحفاظه ديريه هذا بابيرولو ديريه الكميه اللي تقدري تديرها نجيبوا هاي تبقى كيما راهي كيما تحطها في الفريجيدا راح تجبدها هذه اذا كنت تستعملي يوم او يومين او حبيتها اما اذا كنتي حبيتها تخبيها الى فترة طاولة انتقدري تديري بلاستيك تحطي الكميه تحطي الكميه تحطي الكميه مرحبتها تحطي الكميه 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 اذا كنت تدبير اديرو جيم وستتبعوني في لاشين يوتيوب بتاعي وشكرا في تدابير اخرى ان شاء الله تحطي الكميه